السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيت اقدم لكم اليوم ثلاثة نواع من المقبلات جدا طيبة خصوصا نستخدمها بفصل الشته هنا عندي بالنسبة لنوع الاول الفاصولية السودة وايضا عدنا قطعة من الجبن وبعض الخضروات مثل البصل الخيار السلري او الكرفس هي جيجي هنا خشن عواتي تصير خشنة نقشرها بهذه الطريقة ونثرمو وايضا رح تدخل بها الثوم هذه النوع من المقبلات هنا من بعد ما فرمت الخيار والسلري او الكرفس وعدنا ايضا الفلفل الملون رح افرغهم طاسة تكون شوية عميقة وهنا عندي تقريبا نص باقية من الكزبرة الخضرة اذا ما متوفرعتكم الكزبرة تقدرون تستخدمون بدالها المعدنوس فرمتها ناعم ايضا وهنا رح افرغ عصير ليمونة كاملة او اكثر اذا حبيتوها تكون مبينة حموضتها وبالنسبة للثوم طبعا كميتها حسب الرغبة هنا خليت اربع سنون من الثوم قدرون شوي تكفرون خوايا طيب هذي السلطة وهنا عدنا تقريبا علبة كاملة من الفاصولية السودة واربع ملاعق طعام من زيت الزيتون افرغها وبالنسبة لجبنة التشدر هنا قطعتها مكعبات شون جبنة الكرفت يجي شكلها ونبدي نخلطها خليت عليها رشة من الفلفل اسود ورشة من الملح نفرغها بالصحن وتكون جاهزة طعمها جدا طيب اتمنى تجربوها حتى الاطفال همين رح تحبها وبالنسبة لهذه المقرمشات قبل بيوم نزلناها بالقناة اذا حبيتو شوفوها تجي مثل الشبس هوايا طيبة وتسوي في الديكور بالسلطات بالفتوش همينة رحم وهذا يكون شكل النهائي للمقبلات النوع الاول وهنا عدنا متبل البيتنجان رح نحتاج بيتنجان بيتنجانة واحدة او اثنين حسب العائلة عدكم تقدرون تشووهن هنا شغلت العين الطباخ وخليت فد سيباية يعني تعلو عن الطباخ وراح ابدي اقلبها لحد ما تستوي من كل الجهات بعد شوي البيتنجان عادي ادنا بالقناة همينة فالطريقة هوايا مميزة بتقشيرة وتنظيفة اذا حبيتوا تشوفوها ان شاء الله هنا من بعد ما قشرته ونظفته هنا رح استخدم الفلفل اسود والملح ربع كوب تقريبا من الراشي والسماك واربع ملاعق طعام من الزيت الزيتون وربع كوب من اللبن او الروبة لبن رائب يسموه او الروبة افرغ هذه المواد اللي شفتوها امامكم الروبة وزيت الزيتون والراشي او الطحينة والملح الفلفل اسود وهنا عدنا اربع سنون من الثوم هذه هي اللي رح تطيها في ابنكها هوايا طيبة ابدأ ابرشها نخلط طبعا عدنا اكثر من نوع من امتبل بيتنجان بالقناة اذا حبيتو شوفوه واعصر عصير ليمونة كاملة بعد ذلك اخلط من بعد ما تنخلطوه هانا نصير كريمية ننزل بيتنجان المشوي سواء بيتنجانة او اثنين او ثلاثة حسب الكريمية اللي تحبوه نسوها بنفس هذي التتبيلة رح نخلطها وبعد ذلك يكون جاهز ونقدر ننزينه مثل ما انتو تحبون طبعا رح اخلي على الوجه شوية من السماك وزيت الزيتون وكي ابدي اصفل صحن تخلونا على الدائرة خيار او ليمون او اي شي زيتون هنا استخدمت الليمون بالنسبة للتزين وهذا الجرامبري يصير الاحمر خليت اهمينا الكزين اتمنى التعجبكم هذي الوصفة هميناه هواية سهلة وبسيطة هذي المقبلات اكثر شي هميناه شتوية تنفع للشتاء وتخلي السفرة هميناه منظرها حلو وهاما تكون مكملة غذائية نزينها بالسموك هذي يكون شكلها النهائي تبال البيت نجا وعدنا هنا الوصفة الثالثة هي مقبلات البطاطا طبعا هذي الوصفة ما تستطورونش قد يحبوها الاطفال فهس ان شاء الله رح شوفها شون سهلة حبات البطاطا تقريبا اربعة تلافة حسب الكمية اللي تحبون تسووها وتحسوها انو كافية للاطفال او للعائلة هنا تقريبا عندي اربع حبات من البطاطا سلقت هذي المي ووضفت لها الكاري والملح من بعد ما تستوي اشيلها من المي المغلي وبعد ذلك رح ابدي اطيف لها هذي المواد هنا عدنا تقريبا ربع كوب من زيت الزيتون ورح ابرش الثوم ثوم حسب الرغبة كل ما حطينا ثوم كل ما تطلع فتنكهة بيها طيبة الثوم ما رح اخليه يحترق يعني هسا بس مجرد ما دفع عندي الزيت خليت بيه الثوم ومباشرة رح ابدأ اقلب بي حبات البطاطا اللي سلقناها فتشي جدا سهل وبسير وبنفس الوقت هواية طيبة نفرغ عليها فتكميه من المعدنوس ونخليه طبعا قسم للوجه هاي اثناء الحمس ونخلي عليها ايضا الليمون على نار جدا هادا يعني هسا طفيتها من على النار شلتها وراح نبدي نفرغها بالصحن صحن التقديم وتكون هذا شكلها هواية طيبة انصحكم تجربتها هاي ثلاث انواع من المقبلات اتمنى تعجبكم ولا تنسونا مشتراككم بالقناة قناتنا الاولى والثانية شناشيل حتى ان شاء الله توصلكم كل الوصفات الجديدة واكيد ما رح تبخلون علينا باللايك ويا ريت مشاركة هذا الفيديو بين الاصدقاء في امان الله حبايبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة